أكترين، اتكلمنا على موضوع الضرائب. إن الضرائب لها فلوس عن النادي الزامالك بإكرار واعتراف من نادي الزامالك بالجواب راسمي من نادي الزامالك تم إرساله وزارة المالية ومصلحة الضرائب. تمام؟. وقلنا إن في مشكلة دلوقتي ما بين وزارة المالية أو الضرائب. والأستاذ منضوح عباس. لان اتنين كده حاجزين على أرصاد النادي الزامالك. فهم دلوقتي يستطيعين حكم المحكمة نشوف مين اللي ياخد الفلوس دي. هل منضوح اباس اللي كان واخد حكم قبل وزارة المالية او قبل مصلحة الدرائب ولا مصلحة الدرائب هي اللي تاخد الفلوس اللي في رصيد نادي الزمالك في حساب بنك مصر لكن خلي بالك الفلوس دي مش كل المديونية انا بقولك جزء يعني جزء يعني مش كل ومديونية كلها هوره لكم دلوقتي في الجواب اللي احنا كنا عرضنا لحضراتكم ومتكلمنا عنه قبل كده خلي بقى انا جايلك في الجديد دلوقتي انا جايلك في الجديد الجواب الاول انتو كده حرقتولي الجديد لكن ماشي معالي السيدة الاستاذ الدكتور محمد معيط معالي وزير المالية تحية طيبة يا سياداتكم وبعد نتشرف بلاحاطة بان مأمورية الدرائب ده اختب من نادي الزمالك لمأمورية الدرائب او لوزير المالية طبعا دكتور محمد معيط بان مأمورية الدرائب ده اناه لنادي الزمالك بعشرات الملايين من الجنيهات فالرجاء من سياداتكم ألا حجزة على حساب نادي الزمالك ببنك مصر فرع ودي النيل وفقا للآتي حساب رقم كذا بالجنيه المصري بمبلغ وقدره 43 مليون جنيه وشوي وحساب رقم كذا بالجنيه المصري بمبلغ وقدره 4 مليون وشوي أي إجمالي مبلغ وقدره 47 مليون وشوي ونص تمام حساب رقم كذا بالدولار الأمريكي 300 ألف دولار وشوي وحساب رقم كذا باليورو حوالي 4 مليون يورو وذلك الاستفاء حق الضرائب وأسقاطها من الضرائب المستحقة على نادي الزمالك الأعاب الريضي وقال له حراركهم طبعاً الضرائب لها حوالي أصلاً أبطل من كبه كتير لها حوالي 189 عن 3 سنين 189 مليون جنيه على 3 سنين من 2016 إلى 2019 لكن المهم إيه اللي حصل بقى بعد كده هو طبعاً هو نادي الزمالك والمستشار المرتضى المنصور كان عمل كده عشان كنايةً في منضوح أباس بعد ما حجز مش انت حجزت على فلوسنا يا عمو كلام من ده نكايةً في كده نكايةً في منضوح عباس انت حجزت على فلوسنا فخلاص احنا احنا مش هنخليك تعاف تاخدوا فلوس دي لأن الضرائب اللي هفلوسي هاخدوا يا الضرائب الجواب هو تمام وأكره بكل الماديونية زي ما حراكم بعارفين تعالوا بقى للجديد الأسبوع اللي فات وبالتحديد يوم اللاربع اللي فات أنا بجيب لك بالتحديد هوا يوم اللاربع اللي فات وزارة المالية ومصلحة الدرائب بعد ما يعني قامت بدورها باتخييز الإجراءات اللازمة بعد جواب نادي الزمالك وده طبيعي جدا يقوموا بدورهم لأن فيه ناس جاي بتقول لنا يا جماعة احنا كوزارة مالية جاي بتقول لنا نتوليك فلوس طيب خلاص احنا حلنا نتحرك ناخد فلوس دي لكن فيه اتصالات مكسفة ومحاولات كبيرة أو المسؤولي نادي الزمالك أنهم يحلوا الآزمة دي مع وزارة المالية ويجاود دوله المستحقات اللي اعترف بها نادي الزمالك في الجواب اللي احنا عرضناه لحضراتكم تمام؟ فوسطه عدد من الشخصيات المهمة لكن لكن اللي حصل يوم الاربع اللي فات بالتحديد وده أو دي بشرة لجمهير نادي الزمالك إن النائب صارت ويلم راح وزارة المالية واجتمع مع الدكتور محمد معايد وزير المالية وما كان شوال واحده وهو طبعا بالمناسبة من الناس المحترمة جدا اللي هو الوزير دكتور محمد معيط ومن الوزراء الناجحين جدا جدا فمعالي الوزير بيجتمع دايما كده مع بعض نواب مجلس الشعب وكل واحد بيقول طلباته وكل واحد بيقول له عندنا مشكلات في الحتة الفنانية من حالة العالية وده حاجة إيجابية جدا 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 والراجل متعاون لأبعد الحدود وده حاجة يشكر عليها بالمرة من ضمن النواب اللي كانوا موجودين كمين اللي هو سروة سويلا اللي كان مع تليفون كان مع تليفون ومكالمة هاتفية من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ما تقوليش المعزول هو رئيس نادي الزمالك تمام وكان بيتكلم فيها مع سروة سويلا بيقول له حاول تخلص لنا الموضوع مع وزارة المالية احنا محتاجين فلوس فعايزين جدول المستحقات بتاعتهم منوصل لاتفاق على جدولة المديونية دي فبعد إذنك توسط عند الدكتور محمد معي توزير مالية علشان تحللنا القصة دي وعدوا سروة سويلا أو اللي سروة سويلا بأنه هيحل المشكلة وبالفعل ده اللي حصل اتكلم مع وزير مالية وطلب منه معلي الوزير بعد إذنك في مشكلة في نادي الزمالك وإحنا عايزين نجدول المستحقات بتاعت الوزارة وبتاعت الدرائب اللي هي بتاعة النادي لمصلحة الدرائب فعايزين نجدولها فالوزير قال له إيه بقاه الوزير قال له بقولك إيه إحنا دلوقتي بنساعد الأندية كلها كوزارة وعندنا نوع من أنواع التعاون الكبير جدا جدا وإحنا مش ضد أي نادي وما فيش أي ضغط في السداد ولا في أي حاجة ولا في أي مشكلة لكن إحنا اتفاجئنا كوزارة مالية إن إحنا جلنا جواب رسمي من نادي الزمالك بيقول لنا أنتوا ليكوا مستحقات قد كده وتم نشر هذا الجواب في كل وسائل الإعلام والنشر ده طبعا كان غلط فبالتالي إحنا طبيعي جدا ده كلام الدكتور محمد معيط إحنا طبيعي جدا إن إحنا نحاول نتحرك وناخد حقوقنا طالما نادي الزمالك بيكر بيها رغم إن إحنا مطالبناش بيها مراعطة لمصلحة الأندية كلها وبنحاول نجدول لهم نجدول يعني ليهم المستحقات ومش كده وبس ده كمان الإعلان عن المستحقات أو الفلوس على نادي الزمالك المصلحة للدرايب ده كان لمصر كلها ده حصل بالفعل فبالتالي الراجل حتى شهد النواب التاني اللي كانوا قاعدين تمام اللي هو الدكتور محمد معيط شهد الناس اللي كانت قاعدة قالوا له بصراحة أنتوا كده بتتحطوا في موقف محرج فطبيعي أنتوا تاخدوا خطواتكم يعني لكن اللي هو صارت سؤلم وهو طبعا أعض رابطة الأندية المحترفة كمان اتكلم وقال له معلش يا فندم بعد إذنك عايزين نحل القصة دي فكان الناتج في الآخر إيه؟ أنا بحكي لك بالتفاصيل الكواليس اللي حصلت يعني أنا بحكي لك بالضبط اللي حصل الكلام ده كمان مش هتسمعه في أي حتة ففي الآخر مشكورا مشكورا الدكتور محمد معيط وعد اللواء صارت سؤلم أنه يحل الموضوع أنه جدول المديونية اللي على نادي الزمالك وهو وافق على الوساطة بتاعت اللواء صارت سؤلم عضو رابطة الأندية المحترفة اللي كان طبعا دور الوسيط بطلب من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عند وزارة المالية عشان يحلوا الأزمة دي فخلاص الأزمة هتتحل يا جمهور الزمالك الأزمة هتتحل ودي بشرة صارة جدا وخبر سعيد جدا لجمهور نادي الزمالك إن دلوقتي هو هنا بقى هتروح لحتة تانية بتاعت مين بتاعت نضوحة بس بقى هل هو هتنازل ومش هتنازل لكن مش دي الكسة دلوقتي أنا بجيب لك بالضبط الكواليس حصلت في وزارة المالية تمام؟ يوم الأربع اللي فات يوم الأربع اللي فات بالحرف اللي أنا قلت قولك ده ولهنا باتكلم عن الماديونية الكبيرة بتاعت وزارة المالية اللي على نادي الزمالك فبالتالي مشكورا كمان اللواء صارة سويلا معضل رابطة الأندية المحترفة حل وكان وسيط في هذه الأزمة ولازم جمهور الزمالك يتوجه ليه بالشكر بمنتهى الأمان بمنتهى الأمان لأن الوساطة في طريقها ليه النجاح أهو طبعا اللواء صارة سويلا اللي لازم جمهور نادي الزمالك يشكره بشكل كبير جدا بعد حل هذه الأزمة وبعد اقتراب ونجاح الوساطة بتاعته لده وزير المالية المحترم الدكتور محمد معيد فدي كواليس مهمة جدا 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 حبيت أن أنا أقولها لحضراتكم وأعتقد أن ده خبر مفرح جدا لجماهير نادي الزمالك في إطار طبعا السعي نحو حل أزمة الزمالك المالية وموضوع الحسابات وموضوع مش عارفة في حاجات كتيرة جدا بس في خطوات بتتاخد عشان الدنيا تفك شوي على نادي الزمالك تفك شوي رغم أن أنا أقول لحضراتكم فيه فلوس موجودة في نادي الزمالك والأمور إيجابية لكن دايما أو في بعض الأحيان يعني بيتم تصدير مشهد خاطئ أو صورة خاطئة عن الوضع لكن في الجانب الإيجابي وبعض الأخبار الإيجابية الممتازة داخل نادي الزمالك وزي ما جماعة بنانطقت لما هيحصل حاجة إيجابية لازم حنقولها لما يحصل حاجة إيجابية لازم حنقولها إحنا نفسنا هنا كنا عرضنا لحضراتكم لقطاط لحمامات السباحة وهي ملووسة أو مش عايزة أقول ملووسة مفيش أي اهتمام بيها مفيش كلور مفيش داخل نادي الزمالك القصة تحلت من بكرة هترجع التدريبات داخل حمامات السباحة داخل نادي الزمالك تمام التدريبات بشكل طبيعي جدا للأعضاء المشتركين وكل هذه الأمور فدي خطوة إيجابية قويل لأن الأعضاء يا جماعة لهمش زنب في أي حاجة فطبيعي أن هم يعيشوا حياتهم الطبيعية داخل نادي الزمالك ويومهم العادي كعضو عامل أو كأسرة من الأعضاء في نادي الزمالك فدي حاجة إيجابية موسيقى